الراديو تسعين تسعين هواها مصري نورانا للوقت يا دكتورة ميسى شاوي أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بجامعة القاهرة برحبا بحضرك معنا يا دكتورة أهلا بحضرك حاليا وأذكر حضراتكم مستمعين الكرام خط التليفون جاهز ومفتوح لحضراتكم لو فيه أي أسئلة عايزين تسألوها بخصوص موضوع فيروس كورونا المستجد أو كوفيد تسعة عشر رقم التليفون اتنين تمنتاشر عشرة تمانية ستة وستين دكتورة بداية بتشوفي حركة ازاي القرار الصدر من السيد الرئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بعد الناس بتتساءل طب وما الجدوى من تعطيل الدراسة بغض النظر كانت فيه ناس كتير بتطالب بداه بس انه ايه الفكرة من تعطيل الدراسة هل هو الحد من الانتشار؟ الفكرة بالضبط هي الحد من الانتشار وفي المقام الاول الاطفال هما هما الاقل عرضة انه هما يصابوا بالمرض ولكن هما ممكن يكونوا حاملين للعدوى للفيروس وينشروه في بيوتهم للفئات الاكبر سنة للشباب والمسنين وفي الحالة ده هيبقى مهمة ان احنا نقطع دايرة انتشار المرض عن طريق ان احنا نمرت واحد الولاد طلبة المدارس يعودوا في البيت الحاجة التانية ودي مهمة ان الفترة دي هتستغل في التعقيم سواء كانت للمنشآت التعليمية للطلبة فالتعقيم دا محتاج انه المواد اللي هتتراش للتعقيم اولا تتراش بطريقة بخريطة في كل منشآة وانها تستقر على الاماكن ان هي راح تعقامها فترة لحد ما تنشف اللي بيروش معاقم سواء في بيته او في منشآة طبية بيسيبه ينشف عشان اصر ويستلم ما بنشفوش بفوتة الحاجة التالتة ودي مهمة الاجراءات بتاعة التوقف عن الدراسة لمدة خمستاشر يوم يصحبها ايضا تكليف من سيد رئيس الجمهورية بتوفير المالي ان يكون في خطة التوعية واحكام اكتر لانتشار الفيروس في المجتمع عن طريق حملات التوعية وخلافه فدي تلت اجراءات انا بشوف ان هم مهمين جدا في الوقت الحقيق هيكونوا فارقين في المجتمع المصري بصورة كبيرة جميل طيب بعض الناس واخدين قرار تعطيل الدراسة بانه هي احنا في اجازة وفي تحذيرات كتيرة بانه ده مش معناها جماعة ان احنا نخرج ونروح المولات ونروح المطاعم ونروح النوادي ونتفسح خطورة ده ايه عشان بس الناس تفهم اهمية التوجه في المنزل كل رسالة لكون للناس اقمن مكان ليك تحافظ فيه على نفسك انت واسرتك واولدك من الفيروس كوفيد ان انت تقعد في البيت بيتك هو المكان الامن الوحيد الاكثر امانا ان انت تقعد في البيت وتاخد اجراءات بتاعة التنظيف جوه البيت زاحة الاتربة ان انت ترش معاقم على الاقر بتاعة الببان على التليفونات على الحنفيات على الحاجات اللي الناس بتستعملها بصورة مشتركة بيتك هو المكان الامن الوحيد الاقل فرصة عدوى ممكن تجي لك لحد هندك مع اتباع طبعا الاجراءات بتاعة غسل الايد بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية واغسل ايدي كويس انا ولادي ده اجراء مهم وان ما يبقاش فيه سلام طبعا بالايد ولا نبوص ولا نحضن بعض لان ان احنا مشاعرنا كمصريين مشاعر دفئة وبنشوف ان ده اجراء احنا عايزين نعمله عشان نعلن به عن الترحيب والمواد ده عايزين نتوقف عن ذلك فورا اأمن مكان لحضرتك هو بيتك متروحش الكافيهات متروحش المولاد عايزة تسوق بالتليفون انا بشوف انه مهم ان يصدر قرار من المحليات باغلاق الكافيهات طبعا قرار الغلق هيبقى فيه تأثير اقتصادي على المحلات وكده ولكن اذا ما كانش هيبقى فيه ضبط العدد الافراد جوه المكان دهوت هتبقى كارثة ان احنا ما حلناش مشاكلنا بصورة سليمة طيب على ذكر المطاعم والكافيهات طبعا الشيشة الى جانب بقى لعنة الشيشة دي بس خطورة برضو ده على انه الواحد لما ينزل لو هيستخدم في المطعم عجب بتاع المطعم المعلقة الشوك السكينة الطبق الكوباية الكلام ده كله ممكن الفيروس ينتقل من خلال ممكن جدا الفيروس ينتقل لو كانت الادوات دهات ما هيش مخصولة كويس طيب على ذكر بقى مخصولة كويس وحالك ذكرتي من شوية انه التعقيم والتطير داخل المنزل نستخدم ايه يعني كلور مسلا بص حضرتك الكلور من اكتر الحاجات فعالية في انها تقتل مكروبات ولو تخفيف نسبة تخفيف واحد العشرة واحد الخمستعشر فكل تسعمية سنتي مية او كل لتر بنحط عليه حوالي ميت سنتي كلور الكلور اللي بنستعمله يفضل ان يكون كلور الوان علشان ما يضيقش البيت يعني ما يزلش الالوان بتاعت الفرش وبتاعت الستاير وبتاعت الهدوم مثلا فهنستعمل الكلور الوان ونخففه بالمية ونروش برشاش عادية جدا هل في بدائل اخرى غيره؟ في بدائل كتيرة موجودة في الماركت تتبعها جراكن تلاتة لتر وخمسة لتر لو انا عايزة يبقى فيه نسبة وفر وهاي كل مركة مكتوبة عليها نسبة التخفيف باية تقدير جميل طيب ده بالنسبة للتعقيم والتطهير بالنسبة لموضوع العزل الذاتي داخل المنزل دي جديدة علينا شوية فالمجتمع ان احنا نسمع ده العزل الذاتي معناها ان في حد جوه الاسرة جاله دور برد واحنا بقى بنفرقش هنا هو كورونا ولا هو مش كورونا واحنا بنبص على المشهد اللي بيعتص او بيكح وبالذات الكحة النشفة عنده ارتفاع في درجة الحرارة ممكن يبقى معها رعشة او ما معهيش ده منها انتبره محل شك انه كوفيد او كورونا المستجد يعني بالايه ده لازم يبقى مخصص لقوضة يعود فيها حتى شغيره يعود فيها لو فيها وسائل انها تخليه قادر يقعد الفترة كلها زي راديو زي تلفزيون زي جهاز الكمبيوتر بتاعه ولا نجد ده كبقى كويس يدخلوا الاكل وتدخلوا الميا لما تخرج اخد الوصانية او اخد المحتويات وانا لابسك جوانتي في ايدي جوانتي بلاستيك عادي جدا ويفضل يخصص له يعني مجموعة من الحاجات مجموعة الحاجات هو يستعملها شركة سكينة معلقة طبق كباية مش للدرجة دي هي ممكن تغسلها بالميا والصابون يبقى كويس يبقى كافي يبقى كافي يقتل الفايروس اه مايا والصابون تقتل الفايروس لانه في اثر ما عندهاش امكانية انها تخصص لحد ادوات معينة يأكل فيها ويشرب فيها يبقى غسلها بالماء والصابون هون مهم وانا باخد منه صنية الاكل او باخد منه ملابسها تتغسل بل بسكوانتي او باخدها واخسل ايدي بالماء والصابون عشرين ثاني هيبقى هنا فيه مشكلة انه لو ما فيش دورة مياه مخصصة له هو الوحده هتبقى دورة المياه مشتركة فكل ما يدخل دورة المياه يستعملها يدخل ورا منه حد للتعقيم اللي هو تعقيم الاكر اللي بتستعمل الانكومن الاكر بتاعة الباب الحنفيات السيفون مثلا اللي هو بتعمله يتاخر كويس في كل مرة هو بيدخل بيها طيب عندي اسئلة تانية في موضوع العزل برضو بس خلينا ناخد الاستاذ محمد معنا على التليفون استاذ محمد استاذ محمد استاذ نور يا فن بأهلا بيك تفضل براحبا اهلا بيك تفضل اهلا بيك تفضل عندي سؤالهم بس اول سؤال كنت اتنادت الدكتور قبل كده بيقول اول مرض عمره ما بيجي اللي لما مسلا يعني حرك لو قعدش البيت اه عمره ما يجي لك اللي لما انت بكون مسلا في يعني يعني تعاون مع حد مصاب او حاجة زي كده اه اه ده هو السؤال تاني اسأل طب لأ هل انت قلت معلومة اه فين السؤال بخصوصها هو ازيار في المانومة دي صح والغلط مالعا زيار في مجموعة مصبوطة لا لا اقوم اه تمام ماشي حاضر تاني اسأل لأ مسلا حد في بيت عيلة يعني حد ساكن في بيت عيلة اه وبيت العيلة ده كله كويس نجي فهم مش كده بس تساعد في البيت يعني مش قد كده يعني في النظافة اه وطبعا البيت مليان اصفاد وكده مش عارف عامل ايه طيب تمام هنرد حالا على اسألة تحضرتك يا استاذ محمد خليك معنا تفضل طيب اه دوقتي انا في مكان مش في بيتي وحطيت ايدي على سطح على رف على مكتبة بشتري حاجات من السوبر ماركت وما خدش الحذر الكافي ان انا اخسل ايدي بعناها الفيروس اللي بيكح او بيعتس الفيروس اه حسب قوة العطسة او قوة الكحة بتاعته ممكن الفيروس يمشي في المسافة تسعة متر ويستقر على السطح اللي هو نزل عليه من ضمن السطح دوة ملابسي انا اه ممكن يكون اه حطيت ايدي على هزيه الاتربة فيظل عالق في ايدي لمدة تسعة ايان لو انا ما بخسلش ايدي كفاية وباخده معي البيت احط ايدي على الاكرة بتاعت الباب واحط ايدي على اه حاجات اللي احنا بنستعملها على التليفون ورديت مثلا يبقى الفيروس صاحي تسعة ايان ومن هنا بنقول انه غسيل اليد بالماء والصابون عشرين ثانية ده مهم وبقول كمان انه التطفير جوه البيت بقى مهم واقل مكان ممكن الفيروس ينتشر فيه لو انا بنطف بيتي بالطريقة الصحة هو بيتي طيب يعني اذا انا مش لازم احتكب ببشرة مع حد مريض انه ممكن حامل للعدوى يكحة ويعتص عادي يعني عنده حساسية عنده ربه عنده اي حاجة بيكحة او بيعتص وهو حامل للعدوى ما ظهرش عليه اعراض يبقى الفيروس بينتشر عن طريقه جميل يبقى من هنا مكمن برضو انه تعطيل الدراسة ده ان كل واحد يفضل في البيت اهم اهم فلسفة في تعطيل الدراسة ان انا ولادي نعطي البيت اه تمام وعشان نققنا يعني نحد من المهم كمان احنا نحد من الاحتكاك بالناس تانين صحيح طميم ده رقم واحد رقم اتنين طيب هو كان بيسأل انه بيت العيلة والدنيا كلها كويسة وكل واحد باخد بينهم النظافته والشخصية والنظافة كل حاجة حواليه الا شخص واحد فاتصرف ازاي اعزلوا لا مش كده هو آآ لازم في حد آآ نقول عليه الاكثر زكائن بختاره في البيت وبخليه هو يتولى المهمة انه آآ يعقم الاسطح باستبرار آآ لو انا باعتمد على ارخص حاجة هي الكلور الوان وبخففه بالمية وبرشه باستمرار يبقى انا كده ضمنت انتشار العدوى جوه البيت مش هيكون كتير جميل يبقى لو فيها شخص طبعا ولا في البيت بيكوحه او بيعتص بيحط بنجيل على مناخيره او على بقه او بيكوحه في الكم بتاعه آآ ممنوع نحط ايدينا في عينينا او في مناخيرنا او في بقنا ممنوع ناكل اكل بايدنا مكشوفة لازم اكل بشوكة او اكل بمعلقة او اكل اللطة اكلي في في ورق علشان آآ داية ما تجيش في ملامسة مباشرة آآ طبعا في تحذير من احنا ناكل الاكل في المطاعم او الاكل بتاع الهوم آآ لان احنا لسه مش عارفين حقيقة الفيروس بيندشر ازاي ففيه هنا تحذير ده من منازمة الصحة العالمية ان احنا نتحرد في ان الاكل اللي بناكله يكون مطهي على نار بفترة كفائل جميل ويعني يفضل دايما اليومين دول اكل البيت لاش اكل من بره لاش اكل من بره تمام طيب هنطلع على الفاصل وبعد الفاصل آآ يعني هنكمل كلامنا فاصل سريع وارجوكم خليكم معنا ورقم بتريفهم مرة تانية اتنين تمنتاشر عشرة تمانية ستة وستين لو عند حضراتكم اي اسئلة او استفسارات نسا مكملين مع حضراتكم وتفرق مع رامي ردوان ومن ورانا دكتورة ميسا آآ شوقي استاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بجامعة القاهرة طبعا اسئلة كتير اللي عايز اترحى ولكن الاولوية دايما لأسئلة حضراتكم معانا الاستاذ احمد من بنها مساء الخير يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازايك ازايك دكتورة. اهلا وسهلا بعضرتك. اتفضل يا فاني. انا عندي انا عندي سؤال بس صغير جدا يا باشكل اول استاذ الرئيس عشان خطر المبادرة بتاعته دي تلعت منه. الحمد لله. ثانيا انا عايز مسلا انا في شغلي طبعا معرض طبعا للبرد. عايز ارفع مناعة الجسن. اكل ايه الحاجات اللي تفعل معه الجسن. انها قدرى قوم المرض حتى البرد العادي. تمام. رائع. هو ده سؤالي. تمام. تابعنا استاذ احمد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الحقيقة السؤال الاستاذ احمد طرحه برضو مبعوط على البيج من استاذ اميمة احمد والاستاذ ايمان محمد بيقولوا اه استاذ زيزي الخولي ازاي نقوي المناعة? واسئلة تانية انه اللي منعته ضعيفة كمان يقويها ازاي? طيب انا هكلم الاستاذة المستمعين عن المعادلة اللي بيها الفيروس بيتغلب علينا. الشق الاول اللي نقول عليها ايه? قوة الفيروس عالية شديدة. مهواش فيروس بسيط يعني. فلازم ناخد منه كل الحاصر. اه لما تعرض الفيروس في المجتمع وكل شوية الم فيروسات وتدخل عن طريق بقي ومن اخيري وعنايا يبقى قوة الهجوم بتاعته شرسته عالية والعدد الفيروسات اللي انا بقى جمعها جوة جسمي كتير. يبقى ده محتاج مناعة عالية عشان تقدر تتعامل معي. ايه الحاجات اللي بترفع المناعة انه اكل يكون متوازن. ويكون فيه خضروات وفاكهة كتير. عشان توفر لي فيتامين سي. وتوفر لي آآ فيتامين هي وفيتامين الف. طيب. تلاتة دول بنعتبرهم مددات اكسادة. جميل. فيتامين سي. يعني ناكل ايه? آآ فيتامين سي موجود في بورتقان آآ 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 اغنى الاعطاهمة اللي كيها فيتامين سي الجوافة. الجوافة وكيوي. الجوافة موجودة. الجوافة مش الكيوي. الجوافة. الجوافة اكتر. جوافة اكتر. وطبعا آآ البرتقان واليستفان دي وكل الحمضيات دهيت. والفاكهة بواجه نعيم. لكن ابتدي من عند الجوافة والبرتقان واليستفان دي الاول. تمام. آآ آآ خضار السلطة بيوفر لي مددات اكسادة ايضا. فلازم يكون عندي شوية جرجير شوية خص شوية طماطم شوية جزر. الكوكتيل ده مهم جدا عشان مناعة بتاعتي تبقى كويس. حلو. فيتامين سي على وجه الاخص ما بتخزنش في الجسم. يعني فيتامين الف وبيتامين هيه بتخزنه في جسمنا. لكن فيتامين سي اخد النهار ده حاجة فيها فيتامين سي يبقى موجود. بخدتش ما يبقاش فيه. مهم. فلازم اللمون. اللمون آآ الجوافة البرتقان واليستفان دي كل يوم ان شاء الله قطعة واحدة او قطعتين. جميل. آآ ناخد بقى عصير ولا ناخد ده فاكهة صحيحة. لا فاكهة صحيحة اهم. مهم. نيجي بعد كده آآ اللي بيرفع المناعة ايضا. طبعا في عطائبة تانية بترفع المناعة من ضمنها الزنجبيل. من ضمنها آآ عسل النحل. آآ من ضمنها الكرومب. من ضمنها آآ آآ الثوم البصل. الثوم البصل. آآ بواجل خاص. واليومين دون ظهرت على الانترنت. كوكتيل الناس ممكن تعملوه. وانا شايف ان هو صحي. ان احنا نحط عصير اللمون على العسل. ونحط معاه زنجبيل مبشور. او مضروب في الخلط او مضروب في الكبه عشان يبقى ناعم. ويتحط عليه كوركم. لان الكوركم من الحاجات الداعمة للمناعة جدا. والارفة. لا. لا كوركم. كوركم. جميل. فبنحط الكوكتيل ده على بعضه آآ العسل عليه لمون عليه آآ زنجبيل عليه كوركم. فبرطمان بحط كل يوم منه معلقة صغيرة على كوبات ماء دافية. آآ يعني ممكن اعمل يعني كمية. ممكن اعمل كمية في برطمان واخدها بس عشان مش افتر من تلات اربع ايام مسلا. يومين تلاتة ويتحط في التلاجة. مم. ويفضل اللمون يتعصر في لحظتها. يعني هعصر كمية لمون وهحطه في التلاجة على الكوبتيل ده هو بحيث ان انا كاسرة هيخلص عندي في البيت على مدار يومين بالكتير. تمام. طيب اه ايه تاني بيرفع المناع ان انا اخد كفاتي من النوم. مم. لو نمت من سبعة تمن ساعات. كل يوم مناعتي تبقى كويسة. يبقى الجيش الدفاع بتاعي جوه جسمي آآ كويس. مم. معيش عفوا عدد ساعات نوم فقط ولا في الاوقات الطبيعية للمفترض الجسم ينام فيها? طبعا الاوقات الطبيعية المفروض ينام فيها من بالليل للصبح. مهم ان انا اجمع تمن ساعات نوم. لو نمت ستة ونمت بعد الظهر كمان ساعتين بعد ما ارجع من شغلي اخدت آآ نوم ساعتين ده هيبقى كفاية. جميل جميل. يبقى انا عايزة نم كويس وعايزة اكل اكل فيه من ضدنات الاكسادة. وعايزة امارس رياضة او حركة. مهم. يعني اطلع السلم مسلا اطلع ثمانة دوار مفيش مشكلة. حالك بتلمح يا دكتورة? ايو. آآ كل ما اتحركنا آآ في بروجرام فيه ماشي مسلا بمشي اروح الشغل بنزل قبل الشغل بتاعي بمسافة وبعدين ابتدي اتحرك. حتى في البيت ممكن نمارس في البيت. حتى في البيت النهاردة بقت فيه آآ برامج آآ بقى احطوطة على الساعة ومحطوطة على الموبايل علشان تعد الخطوات كل يوم لازم اجمع عشر تلاف خطوات. مهم. لو بجمع اقل معناها ان النشاط الحرك يبتهي مش كفائي. جميل. طيب في نفس الوقت السؤال بقى من زاوية تانية اللي بيضع في المناعة. بس قبل ما نرد عليها استاذ نحطاتك معنا والستاذ محمد على التليفون. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا فاني السلام عليكم. وعليكم السلام. متفاضل فاني بسؤال. اه تحياتي حالتك وضيفة حالتك الكريمة. تحياتنا فاني. اهلا بحضرتك. اه حالتك قلتي كلام جميل جدا. انا عمتا بحب الاعشاب عمتا يعني. زنجبيل والنمو والحاجات دي كلها. انا من حوالي اربعة ايام انا غوي القطط الجميلة ديت. في حد جاري من ربي قطط كده فانا مسكته قطط كده وعدت ايه? بخدتش بالي ونسيت ودخلته ويعني الاسف جيتها كل يعني. بعدها حسيت كده بافلة في صدري افلة مش افلة جمدة يعني. حسيت كده لانا مش قادر اخد نفسي. فقلت لأ انا قلت اطلع المستشفى على طلال حق نفسي. اه. فعملت حاجة حلوة قوي. قلت طبعا اسمعت ان بعض مدخلات في قنوات فضائية بدون ذكر اسمها. اه. بيقولوا ده ملوش ملوش علاجة الكورونا. اه. فقالك تعزل نفسك. اه. فانا اعملت التصال بالتليفون وخدت اجازة يومين. اه. وعملت حاجة زي ما ساعدتك لسه الاعشاب الجميلة عملت ينسون باللمون. خدت بالحضرتك. اي. اه. وصلت ايدي بمطاهر ديتول. صابون سايل او صابون عادي. اه. طهرت ايدي جدا كل شوية يخسر ايدي. كل شوية يخسر ايدي. درجة جالي وسواس لانا اخسر ايدي. اه. فقلت مش مشكلة الوسواس احسن المرض يمسك في يعني. اه. وعزلت نفسي يومين. اه في المكان متهوي. ولقيت نفسي مية مية بعدها بيومين ما فيش اي حاجة. ولا حقا ولا علاج ولا اي حاجة. بس زي ما حدثك. طب انت اللي جات لك في صدرك اللي جات لك في صدرك استمرت قد ايه. اخربت لها ساعتين بس حاسب بعدها كده لانا ما اخد نفسي انا من اولا باخد شهيق وزفير حتى اكتبها لعرف الموضوع ده. اي. فحاسب كده لانا باخده بالعافية. الشهيق والزفير. سيد محمد انت مدخن? لا لا الحمد لله مش مدخن خالص. طب بس انا اخشى انها هتكون اعراض للزبحة صدرية. لا الحمد لله ما لو لو روحنا للطبيب واستبعد انها ده هيكون كويس. انا حق تروح زراحة. هيعملك رسم قلب هيطلب تحاليل يشوف نسبة الدهون عندك اخبارها ايه? نستبعد انها زبحة عشان ما تتكررش تاني. انا ما اعتقدش ان ده فيروس خالص كورونا. الحمد لله. الحمد لله. في حاجة بس ممكن اقولها بعد ازنك? اتفضل. اه في طبعا في في ناس بسيطة اهلين الناس البسطاء في المناطق الشعبية. اه. الجميلة. اه في دي تول كده ازازة صغيرة خمسين ملي بعشرة جنيه. انا عملت حاجة هو فيه دكتور انا سألته زي حضرتك قال لي اه ده مش صحي بس انت ممكن تكون انت حبيد توفر يعني. اللي هو ايه بقى? دي تول اللي هي بعشرة جنيه خمسين ملي. اه. جلت ازازة فاضي ازازة بلاستك اي ازازة مية قديم ما يكون مش عايزين. وخففته يعني? نعم. وخففته? خففته بمية وصابون سائل اللي هو الفري او اه بيسموه الفري او لا لا لا. ده مش صح. اه. بس قلت ايه? يعني قلت اجرب. طيب. عملتها عندي بصراحة نفعت. طيب يعني اه. ده ما احنا قلنا انه مش كورونا اللي عندك الحمد لله يعني ده اول حاجة. بس تابعنا ازاز محمد طيب وبرضو الدكتورة مايس هترد على اللي انت قلت ده. بشكرك شكرا جزيلا. انا الينسون النجمي اللي له تأثير كويس جدا على الفيروسات. الينسون الينسون ده النجمي بنجيبه من عند العطار وهو شكل النجمة فعلا. اه. وهو ده اللي كانوا بيصنعوا منه الادوية بتاعة الاتش وان ان وان واتش وان ان فاي. اه. نقدر نشربه في حياتنا اليومية بيتغلي وبيتشرب طعمه لطيف قوي قريب من الينسون بس مش زي الينسون. وبيدي مناعة كويسة ضد الفيروس. جميل. طيب. اه قصة انه يجيب المطاهر غسول اليد ده ونخففه. لا لا لا. هو احنا لما بنحط المطاهر اليد ده مش صابون. يعني اه 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 اول مطلوب اننا في قصة الصابون ده هي اي صابون عندي في البيت هستعملها تحت الحنفية لمدة عشرين ثانية اخسل بيها ضهر ايدي وبطن ايدي اخسل صوابع صبع وصبع الابهام. اخسل ضوافر اداية الاثنين. بحيث ان انا العملية دي تستمر تحت المية تحت حنفية المية مع اضافة صابون تاني وتالت لمدة عشرين ثانية. هل في بديل للغسول اليد اللي هو اللي بيبقى فيه نسبة كحول? اه اه حركة قصة المطاهر. مطاهر اليد اللي فيه نسبة ستين في المية كحول. اه. بص حضرتك اه هي ملهاج بديل ستين في المية كحول قاتلة للفيروسات. اه. لو الكحول اقل من كده مش هيقتي الفيروس. اه. ولكن اه منتشر عندنا في المجتمع الملديل المبللة. اه. اللي هي بتتبع في مقاسات مختلفة. دي بتقلل الاتربة من على الايد. لو انا مش قد رخص الايد بميون صابون. يبقى انا هستعمل الملديل المبللة مؤقتا. مم. بس ما باعتبرش ايدي هنا نضيفها. انا باعتبر خالية من الفيروسات. انا باعتبر ايدي النظافة العامة بتاعتها احسن. مم. لكن ما ينفعش حطي ايدي لا في عيني ولا في بنخيري ولا في بقي ولا اكل آآ اكل بداية مباشرة. طيب يعني ابسط حاجة والغير مكلف. انه اتحرك معك صابونا دايما. ايه. 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 جميل. ايه. طيب اه سؤالي كان ايه اللي بيقلل المناعة? اه احنا مين اللي مناعتهم قليلة اصلا? وايه اللي بيقلل المناعة? الناس اللي مناعتهم قليلة هم آآ المدخين لنمرت واحد لانه وظائف الرئة بتاعتهم ضعيفة فالفيروس بيتمكن منهم بسهولة. مم. وكذلك الناس اللي ضغطها مرتفع او اللي امراض القلب لانه بيبقى فيه احتقن في الرئة. اه. الناس اللي السكر بتاعها عالي لانه مقاومتهم للفيروس والبكتيريا اقل. الناس اللي بياخدوا كورتيزون. لأي سبب من الاسباب هو روماتويد او خلافه ده منعته قليلة. الناس اللي بياخدوا العلاج الكيميائي بتاع الاورام. والناس اللي بياخدوا علاج بالاشعاع على الرئة. مم. يعني الجزء من علاجه اشعاع على الرئة وفي الوقت ده وقت هيبقى هو مستوع بالفيروس يتمكن منه بسهولة. اه طبعا المسنين لانه احنا اجهزة جسمنا بتفقد قدرتها على العمل كل ما بنكبر في السن. فالمسنين بصفة عامة منعتهم اقل. ويمكن عشان كده نسب الوفاة عالميا. المسنين بيجوا نمر واحد. نيجي بعد كده لناس هما مش مرضى. هما طبيعة عملهم بتؤثر على وظيف الرئة. زي اللي بيشتغلوا في المصانع بتاعة الاسمنت او بتاعة الطوب او بتاعة السيراميك او نسيج. اه اللي شغلتهم في مصانع بتؤثر على وظيف الرئة. اه دول اكثر عوردة ان هما الفيروس يتمكن منهم. ولذلك جزء من الصحة المهنية ان بتتعملوهم تحليل الوظائف بتاعتهم او تقييم لها بصفة مستمرة. اه دول في المجتمع. نيجي بقى علينا احنا ايه اللي قال للمناعة بتاعتنا? ان اكلنا ما نبقاش بتوازن. ان احنا ما نبقاش بالدم كفية. ان احنا ان احنا جهاز المناعة بتاعنا يبقى مستحلك. اكبر مكان بتتجمع في ام جزء كبير من جهاز المناعة بتاعنا هو جهاز الهضمي. فكل ما ناكل غلط كل ما الجهاز الهضمي بتاعنا يتعب. غلط اللي هو مقليات وما يطلق عليه جونج فود او اكل الشارع. جونج فود والاكل الملوس وان انا اكل منتظم يبقى فيه اجهات للجهاز الهضمي هنا يبقى الاداء بتاع جهاز المناعة بتاعي في ام اوقات كويسة اوقات وحشة. جميل. طيب. اه سؤالي التالي بس هنرد عليه بعد الفصل بعد اذن حضرتك استاذ المستمعين هو مدى اهمية الكمامة. ده هنرد عليه بس بعد الفصل. اتنين طمانتاشر عشرة تمانية ستة وستين ده رقم التليفون لو عند حضرتكم اي اسئلة لضفتي العزيزة في الستوديو دكتورة مايسة شوقي استاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بجماعة القاهرة. دكتورة مايسة برحب بحرك مرة تانية معنا. اهلا بحضرتك. وكان سؤالي قبل الفصل على آآ هلع البعض وآآ ويعني الجاري على إلحق اشتري كمامة وطبعا في العالم كله ومش في مصر بس يمكن آآ الكمامة ما بقتش متوفرة في اماكن كتير. ايه مدى اهمية استخدام الكمامة? الى اي مدى بتساعد على انه الفيروس لا ينتقل لها مسلا? هي الكمامة مين اللي يلبسها. اللي يلبسها لطريق طبي. ده نمرت واحد. كل اللي بيشتغلوا جوه مؤسسة طبية في الوقت الحالي لازم يلبسوا الكمامات. والمريض. المريض اللي هو بيكح او بيعتص وعنده حرارة. احنا ما نعرفش هي انفلونزة ولا لا. ده لازم يلبس كمامة عشان ما ينشورش العدوى لحد تاني. الكمامات فيها كمامة آآ آآ اللي هي بتاعة الكورونا. ودي كمامة صعبة انها تكون موجودة ومش بتوفرة بالقدر الكافية. وكاتمة للنفس يعني لازم اللي بيلبسها عارف انه هو اللي لازم هيلبسها اضطرارا ويتكيف مع صعوبة انه يتنفس وهي موجودة. آآ وهو لبسها. الكمامة التانية اللي هي الكمامة الجراحة. الكمامات الجراحية. آآ آآ دي موجودة نوعا ما في المجتمع نستقدر تشتريها. لها وجهين. لها وجه عبيض ووجه ملون. الوجه الملون ده بيكون في مواجهة الفيروس. فلو انا مريض انا خايفة ان انا اعادي الناس. هلبس الوجه الازرق او الوجه الاخضر نحيب مناخير. آآ لو انا خايفة ان انا اتعادي وتعامل مع حد مصاب فانا بلبس الوجهة الخضرة او الوجهة الزرقاء للخارج. للخارج. هلبس الكمامة استعمال مرة واحدة بس لمدة يوم واحد. ولما اقلعها اقلعها من الاستك بتاعها ملمسش الوجهة الخضرة بتاعتها دي تاني. خلاص. مم. وتخلص منها في صندوق قمامة لغطة. مم. فما انفعش اقلعها واشيلها في الشنطة بعدين ارجع اطلعها. ما ينفعش اسلفها لحد. آآ ما ينفعش البيسها النهاردة وبكرة وبعده حتى وانا مسكها من الاستك هي وظيفتها خلص. تمام. طيب الناس في حاجة تاني. آآ في حاجة عايزة اقولها انه آآ لو الكمامة مش متوفرة موجود على اليوتيوب في الانترنت ان انا اعمل الكمامة في البيت بالمناديل الورقة. آآ انا شفت الفيديو ده وهزيع ان شاء الله المشاهدين يعني. فانا بس الصبح وانا خارجة اعمل لك بامتين ثلاثة. آآ ده وارد جدا وهيقادي الغرض. جميل طيب آآ قبل ما اخبر بس الاتصال التليفوني سؤال مهم. واعتراف للاستاذ المستمعين ان انا غلطت. اول ما دكتورة مايسة شرفتنا فماديت ايدي فقيت لي لأ احنا قلنا بقى انا التزم فقلت لها عند حريك حق دكتور انا ازف فقمت لامم ايدي على طول. فسؤالي هنا على موضوع انه الناس مستئلة بقصة بلاش نسلم. مش بقى هقول بلاش نبوس واحضان لا بلاش نسلم حتى باليد. ده ده حقيقي انه آآ فرضنا ان انا واخدت كل الاحتياطات الكافية واتقابلت حد مش واخد نفس الاحتياطات. فيدي ملوثة ممكن يبقى فيها فيروس. هسلم عليك الفيروس عندي. مم. وواعدين يبقى عندي قناعة ان انا واخدت بالي كويس قوي ومنظفة الاسطح ورشيط الاكر ورشيط الموبايلات والتليفونات. بس اسلمت على حد. ممنوع نسلم باليد وممنوع نبوس بعض. مم. انا عارفة ان احنا المصريين ده الروتين عندنا واظهار للمواد ده لكن في الوقت الحالي لا. مم. نفعش. اه اللي انا عايز اقوله كمان حاجة مهمة. ان انا لو فرضنا ان واحد كحة او عطس. مم. واستعمل منديل ورقي. هيستعمل ورقتين تلاتة فوق بعض. عشان اه المخاط بتاعه ما يجيش في ايده. مم. وزيادة احتراز كمان ان انا هخسل ايدي تاني بعد ما استعمل ما يكون عطست او كحيت وارمي المنديل في سلة لها غطى. اروح اقصي ايدي مياه وصابون او نضافها بآآ مطهر. جميل. طيب ناخد بقى الاستاذ جورج معنا على التليفون. استاذ جورج مساء الخير. استاذ جورج. فقدنا الاتصال. موجود? اه? لا. مش موجود. راح الاتصال? طيب. استاذ جورج معايز ياريت تكلمنا مرة تانية. لو عند حريك اي سؤال اذكر حضراتكم. اتنين تمنتاشر عشرة. تمانية ستة وستين. ده رقم التليفون. طيب اه اتكلمنا على الكمامة واتكلمنا عن ازاي نقوي المناعة وازاي نعقم البيت. اه اه ايه الحاجات اللي بتقلل من المناعة وبتضعفها? السؤالي التالي هو انه بعض الناس بتتساءل. دلوقت انا لو لقدر الله بدأ تظهر علي اعراض اللي انا عمال اسمعه ده. يعني حرارتي زادت. عندي كحة نشفة. اه شوية عطس. وعايز اتطمن انه ده مش كورونا. اعمل ايه? اروح لمين? احلل فين? مصر بتتمتع بالنزام الصحي اه شبكة النزام الصحي بتاعتنا واسعة. تغطية بتاعتنا جيدة جدا بالمقارنة بدول كتيرة. اه عندنا في كل محافظة الان مستشفى مخصصة للتعامل مع حالات الكورونا. اه عندنا اه مستشفيات اه عامة وعندنا مستشفيات صدر. ودي مش موجود بالحقيقي في اه دول كتيرة. احنا قادرين على التعامل مع المدخلات بتاعت الحالات المشتبه فيها انها ديك. اه التحليل عشان اعرف انا عندي البي سي ار عشان اعرف اه الحالة دي عندها كورونا ولا لا. لازم اروح للمستشفى المخصص ياخدوا مني عينة يقولولي انت عندك كورونا ولا لا. والجديد طبعا ان احنا اه اخدنا من اه من الصين الكاشفات العاجلة. اللي هي بتقول في كورونا بعد اه اه نص ساعة من من التحليل ولا لا. ده دي اي حاجة مهمة. اه هذا التحليل لحد النهاردة واما يمكن احنا نهاردة ستاشر مارس. اه لسه مش موجود في المعامل الخاصة. وبالتالي ازا انا مركزي او مستشفى الحميات في المحافظة بتاعتي وهي كلها معلنة عنها على فكرة على الفيسبوك كتير جدا. اه يقضوا مني يعينه والولي انت عندك كورونا ولا لا. تمام. اه ده ده لخط الدفاع الاول يعني مش عايزة الناس تخف عايزة الناس يبقى عندها الخوف على نفسها وعلى الاسرة بتاعتها انها تتحرك بدري كلما تحركنا بدري كلما كان احسن. جميل طيب معنا استاذ اشرف على التليفون وسأخير اشرف. سأل نور يا فني. اعلم بك يا فني. اتفضل سؤالك. اعلم بك يا فني. اقول له حزيزك انا اول مبارح من الضبط من يومين. الضبط جالي الاعراض كلها اللي حضرت بتتكلم فيها داي. اللي هي درجة حرارة وكحة وعطس? لا معناها درجة الحرارة بس. العطس وكحة واحتقان في الزور وكل دول. اه. اه. رحت اقارب مستشفى لهدي الاسلام اللي في حلوان. اه. ما شيف اه الدكتور كشف عليا قال لي لو ومفيش حاجة بس انت اخد ست حقن دول. واداني برشام ودوى وبتاع وكلام دوى. اه. بس انا عايز اعرف هالدوى. حقن ايه معلش? نعم. حقن ايه? عارف اسمها? لا انا مش عارف اسمها والله يا سنجل. مم. لان بالانجليزي هو انا مش اسمها. طيب تمام. مم. فالحقن ديت اه يعني ازالي اسواية فالدهاني الستة حقن دول قال لي كل اتنشار ساعة حقن. مم. فهل عندي دول ايه يعني اروح حتة تانية يعني ولا? طب انت خفيت على الحقن ده? انا اتحسنت شوية. اتحسنت. ايه اللي فاضل? ايه اللي فاضل من العطس والكحة والاحتقان? في حاجة منهم راحة? لا. اه العطسة راحت وكان فيه رشخ راح برضك. اه. بس الزور زي ما هو لسه يعني. لسه اه. طيب. طبعنا برضو يا استاذ اشرف الدكتورة مش هترد عليك حالة. انا عايز اقول للمجتمع كله والسادة المواطنين المحترمين. احنا اه جوانا كمصريين ثقافة ان انا لما اتعب بقى اروح الصيدلية اخد دول. وهنا الكارثية ان الناس اتعودت بالذات في المجتمع الريفي ان هو يروح الصيدلية يقول انا عاوز الراس المجمعة بتاعت الانفلونزة. مم. فالصيدالي بيعبيله في كيس اه اه راس مختلفة. اه ويديها للمريض اللي هي فيها خافض للحرارة اللي هي فيها مزيل الاحتقان اللي هي يعني مكافحة شوية للعطس والسعال. في اه بيخف بتحسن. بس احنا في الوضع الحالي ده مش هينفع. مم. مش هينفع ان انا لما حرارتي ترتفع ويجي لي احتقان في زوري وكوحها وعطس ان انا اروح ااخد الراس المجمعة دي خالص. مم. بالعكس انا عايزة الناس تنقى بنفسها عن هذا السلوك الغير طبي. وآآ نتوجه لأقرب مستشفى حكومي علشان آآ اكشف. مم. وعلى فكرة ممكن جدا اروح للطبيب الخاص. آآ والطبيب الخاص هو اللي يحاولي المستشفى الحكومية. تمام. لكن مش عايزين نكتاهد ان احنا نعتمد على انه الصيدالي بيديني حاجة تسكن بعض من الاعراض وبعدين بتبتدي بقى الحالة بتاعتني منت اخرى. طيب نفس السؤال اللي سألوا استاذ اشرف الحقيقة برضو في الاستاذة نهة بعتها على فيسبوك بتقول لو عندي كحة جمدة وقلم في الصدر بس ما فيش حرارة. هل ده ممكن يكون اعراض كورونا? لا مدام ما فيش حرارة بهايش اعراض كورونا. طيب يعني كده استاذ اشرف لما بيقول انه هو عنده كحة واعطس واحتقان في الزور شوية رشح راح العطس والرشح يعني بس الحقيقة كومبينا دي كلها بس ما فيش حرارة يبقى مش كورونا. لا. يعني لازم لو كحة وعطس وحرارة يبقى. لازم يكون في حرارة مرتفعة وممكن تصل انها تبقى فيه رعشة هي ايه الفرق بين الحرارة والرعشة الرعشة دي لما بتيجي بيبقى الجسم سخن من الداخل وعلى سخط الجسم مبارا لسه درجة الحرارة عادية فبتعمل الرعشة معناها ان الحرارة هتطلع فالحرارة لما بتطلع طبعا انا عايز برضو اوجه الناس الثقافة العامة بتاعتنا انه حرارتك زادت عن تمانية وتلاتين اول حاجة تعملها تعمل كمدات بمية الحنفية فوة صغيرة كمدات احطاها على الورتك مش مية بتلج ولا حاجة مية عادية احطاها على قرطي على دماغي على خلف الرجبة وعلى بطن الكوع من الداخل علشان حرارة الجسم لازم تنزل بصورة لان الحرارة في حد ذاتها مشاكلها كتير طيب يبقى القلق انه ممكن يكون لقدر لفيروس كورونا لازم الكمبو يكون كامل عطس وكحة وارتفاع في درجة الحرارة ممكن بقى صعابهم دي في التنفس ما الى ذلك. صحيح. طيب. استاذ جورجي رجال لنا مرة تانية اهلا بك استاذ جورجي اهلا بك. اهلا بك. اهلا بك. اتفضل فن. اكلم دكتورة ماشي بعد اذنك. اهلا يا استاذ جورجي. اتفضل. بعد اذنك انا اقول حاجة بسرعة اه في حد برضو يعني منسي شوية من اخواتنا واهلنا في النظافة مش ماخدين الحاجات الاجراءات من الهيئة اكتر من النهرة في الشارع. دي حاجة. والهاجة التانية احنا عندنا صيام. فحنا بنسوم منقطاعي. فهل الاكل هنأكل امتى? ويني شيء نظام الاكل وكذا عشان نحنا بنسوم من الليل لغاقي التان يوم الساعة ثلاثة أو الساعة خمسة. من الليل لحد تاني يوم? من الليل لحد تاني يوم لحد تلاتة خمسة. بنسلم منزميام قطاعي ولا مياه ولا اي حاجة. وعندنا صيام القطاعي فهل ده طبعا حديك قلتي الاكل بيه اثر يعني investing زعم الاكل وكده. مم. احراب نفترش الصبح. مم. فبعد اذن كنت بشأل على اخواتنا واهلنا في النظافة. تمام. تمام. شكرا جزيلا. هو الجزئية بتاعة عمل النظافة دي مهمة. مم. لان هما وهما بينظفوا في الشارع بيثيروا الاتربة. مم. وده ممكن ينشط انتقال الفيروس فلازم تكون فيه عندنا آليات مختلفة للنظافة وجزء منها انه آآ حتى في البيوت المكنسة اللي الستات بتنظف بيها. مم. تكون مبلولة فما تصيرش الاتربة الى اعلى او ان انا استعمل مكنسة كهرباء. لكن ده مش هيبقى في الشارع. في الشارع هيبقى هنا التنبيه اننا لا نسير الاتربة. طبعا لو عندنا العربيات الحديثة اللي هي بتشفط الطراب ده هيبقى افضل. آآ آآ عمل النظافة الحقيقة آآ آآ احنا طرف اللي بنرمي الفضلات والاوراق بتاعتنا يريد احنا كمواطنين يبقى السلوك بتاعنا في آآ حرص على آآ آآ النظافة اكتر. وهم كمان دورهم انه هما بينلمون الاتربة ما يسيروهاش في الجو. آآ آآ نيجي بقى على جزئية الصيام واحنا داخلين على رمضان ان شاء الله. آآ آآ سبوست مين ومسيحين. احنا عندنا فترات صيام. هتبقى انقطاعية آآ الفيروس آآ ينتعش في آآ وقات جفاف الحلق. آآ آآ محتاجين ان احنا قبل ما آآ آآ او في الفترات اللي بناكل فيها نشرب مياه كفية في جسمنا يبقى عنده حالة ارتواق. آآ والحاجة التانية ايه اللي نقدر ناكله آآ بالليل قبل الثيام آآ علشان يبقى عندي حالة الارتواق كل الورقيات الخضرة بتحتفظ بالماء فترة اطول فناكل خص ناكل جرجير ناكل شبت ناكل بقدونس آآ كل الخضروات الورقية. والخيار برضو الياب زي البرتوان مسلا. دي بتحتفظ بالمية في الامعاء بتاعتنا فترة اطول فجسمي لما احتاج مية يضغط عليها تطلع مية. فيبقى عندي حالة ارتواق. جميل. آآ ممكن مضمط بقي بس ما نشربش مية. يعني احنا واحنا بنتوضى بالمضمط بقينا بس ما بنشربش مية. آآ. فده ممكن يبقى آآ نظام كويس علشان وممكن نستنشق في مناخرنا مية. آآ في الحالة ده هيد بيبقى الحالة مترطب بنسبة جدا. جميل. طيب. آآ ارجوكم بس السيدة المواطنين وحنا كنا نتكلم في البداية برضو على قصة الشائعات وكده. جزء من الآفات اللي موجودة بعض الناس اللي بتفتي على مواقع التوصل اجتماعي. آآ يعني وكامل الاحترام للاستاذ اسلام. آآ باعت تعليق بس هو يعني ما اعتقدش ان هو حقيقة. بيقول الوقاية من كورونا آآ الوضوء بيمنع الكورونا. واكل الفول بكمية. آآ مع اللمون. لا اعتقد انه الدكتورة الفول لي علاقة بموضوع كورونا. لا. طيب. ده فبلاش نفتي يا اساس اسلام ارجوك موضوع الوضوء ده شيء طبيعي جدا ولكن مالوش علاقة بالكورونا. آآ كل الكلام اللي تقال واضح جدا انه عشان تقي نفسك من الاصابة تخسل ايدك بماء وصابون دايما. قصة الوضوء بقى ارجوكم يعني ما تلوش حاجات يعني ليها علاقة بالدين في في العلم. آآ هذا شيء وهذا شيء ما ادخلوش حاجات في بعض ارجوكم. آآ طيب معانا استاذ احمد على التليفون. استاذ احمد. مساء الخير. مساء النور يا فاند بقنا بيك تفضل. آآ بعد اذنك انا عندي استفسار صغير للدكتورة. تفضل. انا كنت عايز اعرف هل آآ الفيروس على اسمات ان هو بيجي بيظهر الاعراض خلال ربعتاشر يوم. سمام كده? مم. الشخص اللي ممكن يتعدي منه. هل خلال الربعتاشر يوم? ولا بعد ما الراجل يتع... ولا خاف منه وهو عنده اعراض البرد. يعني افرق بين ازاي بين الشخص السليم والشخص مش السليم. هل ده لو عنده برد انا اخاف منه ابقيت ولا العشوائل اللي عامة. يعني هل الفيروس اول ما يجي له بيباني بيظهر الاعراض آآ خلال ربعتاشر يوم. صح كده بان احنا عارفناه. مش 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 شرط كمان يظهر عليه الاعراض على فكرة. ممكن يبقى بيحمل الفيروس بس. تمام هل بقى هو ممكن يعديني هو حامل الفيروس ولما يتمكن منه يعديني. طيب. حال. حالا دكتورة مش هترد عليك. شكرا مش زح. آآ الشخص اللي بيكوحه ويعتص وعنده اعراض احنا شايفينه بعينينا وعارفين كويس قوي نحنا نبعد عنه ما نسلمش عليه ومسافات ويلبس ماسك وحنا نلبس ماسك انسوق. الحامل الفيروس معدي. مم. ومعدي خطير لانه احنا بنفترض في كل اللي حوالينا ان هم مدمج بيكوح وبيعتصوا يبقى هم سلام. اهو. لا هم مش سلام. انا هنا هو. بقول حامل الفيروس في فترة قبل زجور العراض معدي. ولكن بنسبة اقالة لانه لو بيكوحه وبيعتص. مم. لكن لو لأي سبب من الاسباب شم شوية فلفل سود وعطس هيبقى الفيروس بتاع السعال بتاعه في. محمل بالفيروس. عشان كده احنا بناخد الحزر من كل اللي حوالينا. حتى لو كانوا سلام ما بنقربش بنحافظ على المسافات ما بنسلمش بالايد ما بنبصش. مم. علشان بنفترض ان كل اللي حوالينا ممكن يكونوا حاملين. ده. حتى وانا بدل الاولادي مقلبوس ولا حطور. جميل. الكلام ده على مدار الاربعتاشر يوم كلهم. يعني مش بيبقى نشط في الاول. هي فترة الحضانة. فترة الحضانة من يومين لاربعتاشر يوم. آآ يعني معناها ان انا ممكن اخد الفيروس وبعد تلات يام تزهر عليه اعراض. وممكن اخد الفيروس وبعد اربعتاشر يوم تزهر عليه اعراض. مم. منظمة الصحة العالمية. ممكن ما تزهرش اعراض ممكن أبقى حامل للفيروس وجسمي تحمل معايا في المناعة بتاعتي كويس هنشر الفيروس لغيري وانا مش هتأثر عشان كده منقول ما تجولوش بالكو قوي بمين بيكوحه وبيعتص مين ما بيكوحش انت تاخد حذرك من كل اللي حواليك ده الاقمن طيب الشخص اللي ممكن يكون حامل للفيروس ما ظهرش عليه اعراض وغدر الفيروس جسده هل ده معناها انه منعته بقى عنده مناعة من الفيروس داني ما يصفش به مرة تانية عنده مناعة الفترة ليه لان الفيروسات عموما لما بتدخل في جسم حد وتخرج بتتغير اجزاء منها بتتغير فانا هقعد لفترة عندي مناعة ضد الفيروس اللي كان جوايا لكن لو الفيروس تتحور بصورة كتيرة من شخص لشخص لشخص ورجع لي تاني هتعدي بي تاني طيب على فكرة والدليل على كده ان انا ممكن ااخد دور انفلونزا مرتين ثلاثة في السن صح صح طيب قبل ما الوقت ازفين عندي سؤالين بقى السؤال الاول ليه علاقة بالاستراتيجية المستخدمة في المملكة المتحدة بوريس جونسون رئيس الوزراء طريعي تكلم على انه يا جماعة ممكن احبابكم يفرقوكم الاصابات لسه هتكتر بشكل كبير ومع ذلك واغدين اقل مستوى من الاجراءات الاحترازية مقارنة بدول كتير وخصوصا حواليهم في اوروبا اللي اصبحت يعني قرى موبوءة وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية بعض الاطباء والباحثين حللوا السيناريو بتاع بريطانيا الاستراتيجية اللي مشين بيها هو انها الفيروس ينتشر شوية عشان الناس تشكل مناعة بسمها يبقى يبشكل مناعة من هذا الفيروس تأديرات حضرتك ايه للسيناريو ده؟ بص انا شايفة ان النهج في انجلترا او في بريطانيا انه كان نهج في نسبة صراحة عالية هم هم ما عندهمش لا امية ولا جهل ولا فقر بالنسب زي في دول اخرى فهو قال انه حالاتها تزيد هو فعلا لما بنتابع الكيرف او المنحنى بتاع ظهور الحالات المستجدة في كل دول العالم بنلاقي انه بيبتدي بوطيرة بسيطة وبعدين يبتدي نسبة ارتفاع الاصابة بالحالات تبقى عالية جدا في وقت قصير ده وارد في كل دول العالم مش بس في بريطانيا فهو قال انه الحالاتها تزيد فهو الكيرف بيقول كده لكل دول العالم اذا كنتوا فاكرين ان احنا هنقطر نسيطر على عدد الحالات قليل لحد لما الدنيا تخلص لا احنا مش هنقطر فبالتالي هو هنا ألقى المسئولية على كل واحد انه يدافع عن نفسه عن قصرته عن بيته علشان الناس ما تترخاش لا تشعر بالامان زي ما حصل في ايطاليا زي ما حصل في ايطاليا شعروا بالامان فالموضوع تفاش نيجي بقى على الحاجة التانية انه كل الدولة عارفة النظام الصحي بتاعها وعارفة امكانية استعابه للحالات المتدهور قد ايه فاذا كان انا ما عنديش مستشفيات في هذه الدولة يعني ما عندهمش مستشفيات بالنسبة الكافية ما عندهمش أو وحدات رعاية مركزة كافية أو وحدات رعاية مركزة للصدر كافية وهو هنا بيحذر الناس انت ما تجيش تحملني مسئوليتك في المستمر انجلترا خادت قرار انه المسنين اللي هيعانوا من مضاعفات كورونا مش هيدخلوا intensive care لانه هيوجه الجهود بتاعته للفئة الاصغر شوية علشان يقدروا يكونوا قوة منتجة في المجتمع وده طبعا قدر من الصراحة الشديدة انه لو انا عندي وضع اولويات مش الاولوية هتكون للمسنين عشان تبقوا عارفين فالناس تاخد حزارها مجيش فجائهم انا بدا بعدين وقالهم لا والله احنا كنا قلنا احنا هناخد كل الحالات هل الفيروس بيدي مناعه لا بيدي مناعه مؤقتة لكن ممكن الناس ترجع تتعدي بي تاني اذا يعني وفقا لكلام حضرتك انه السيناريو بالنسبة من المملكة المتحدة بس عشان بنوضح هو تجربة تجربة مختلفة عن المتبع في دول كتير قد تنجح وقد لا تنجح في كل الاحوال مصمم الامان الرئيسي هو حضرتك وحضرتك كل واحد يخلي باله من نفسه ما فيش داعي للسلام ما فيش داعي للأحضان والبوس خارس دلوقتي طبعا اهم حاجة الوقاية وفقا لكل اللي قالت عليه دكتورة ميسة في هذا اللقاء دكتورة ميسة بشكح لك شكرا جزيلا على هذه النصائح الهمة بشكركم مستمعين الكرام على حسن الاستماع ربنا يشترها علينا جميعا ويقيكم كلكم من كورونا وغير كورونا صحة وعافية يا رب يا رب نلتقي لأحد القادم على خير ترجمة نانسي قنقر